اليوم حديثنا عن شهادة الأجيال وأقصد بشهادة الأجيال أن الشهادة عن يسوع المسيح له كل المجد من جيل إلى جيل إلى جيل حتى ما جئه ثانية إلى أرضنا وهذه الشهادات كلها بتشهد عن الخلاص عن محبته عن إحسانه عن غفرانه عن بركاته عن شخصه المبارك وكيف يعتن ويهتم بنا مكتوب عن يسوع المسيح يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلة عليهم إبليس لأن الله كان معه في إنجيل متى مكتوب عن يسوع المسيح كان يطوف كل مدن وقرى الجليل كان يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت بشارة الأخبار المفرحة يكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وكان يخرج الأرواح الشريرة بكلمة هذا هو يسوع المسيح كيف ولا نشهد عن الشخصية الفريدة المتميزة الذي لا مثيل له ولا نستطيع أن نقارنه بأي نبي أو أي شخصية أخرى وطبعا من العار أن نشبه المسيح بأي شيء آخر في هذا الوجود فواضح بصمة يسوع مع أن كانت خدمت مجرد ثلاث سنين ونص ولكن البصمة حتى يومنا هذا العديد بل الآلاف بل الملايين الذين تغيرت حياتهم بنعمة المسيح إذ نالوا الخلاص والبعض الشفاء النفسي والجسدي والروحي والبعض الآخر اختبر كيف أن الله يسدد الاحتياج وكيف يبارك ويحول كل الأمور للخير شهادة الأجيال هذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة اشتركوا في القناة